حول مذكرة التفاهم للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي أكد دكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن هناك بند في الاتفاقية يتعلق بتنظيم برامج تدريبية في مجال استكشاف الفضاء بين الجانبين البحريني والصيني تحد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق تقدم ملموس في مجال الفضاء وتعزز الألاقات الثنائية بين البلدين حيث أنها تفتح المجال لتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في تحقيق التقدم المنشود في بناء القدرات التكنولوجية والعلمية أن هذه الاتفاقية أضطرت لأسس التعاون والتنسيق بين البلدين وقد سبقها الكثير من الجهود من ضمنها مباحثات واستعدادات لتحديد أوجه التعاون والمبادرات المشتركة القابلة للتنفيذ وأنه فور التوقيع على هذه المذكرة تم مباشرة التنفيذ حيث يجري حاليا استكمال الإجراءات لمشاركة فريق بحريني للتدرب في أحد المراكز الصينية المتخصصة في علم الفضاء وللمشاركة في مبادرة تتعلق باستكشاف القمر وتصميم حمولة خاصة بذلك ترجمة نانسي قنقر